بسم الله نور على نور والحمد لله الذي خلق النور وكلم موسى على جبل الطور وخلق الظلمات والنور الحمد لله الذي رفع علم الحق فأعلاه وأزهق الباطل فنحاه وخلق الإنسان فسواه وهيأ طعامه وسقياه وشق سمعه وبصره ثم هداه الحمد لله الذي ذلل بالموت رقاب الجبابرة وأنهى بالموت آمان القياصرة فنقلهم بالموت من سعة القصور إلى ضيق القبور ومن طياء المهود إلى ظلمة اللحود سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شغ ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليطين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بإسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وارفع مقتك وغضبك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وارفع راية الجهاد والدين ودمر أعداء الدين اللهم وأصمح شباب المسلمين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسنق والعصيان وجعلهم من الراشدين يا رب العالمين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد على الضمأ اللهم إنا نسألك نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخدول ولا فاضح اللهم يا مغنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد يا من عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب أغفر لموتانا وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في قطون الألحاد مطمئنين وإلى أعلى جناتك سابقين يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا إذا صدنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنازر والتراب وحدنا من لنا يا إلهنا يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله إذا يبس مننا اللسان وارتخت اليدان وضعف الجنان وشخصة العينان وبارتة القدمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا يوم لا ينفع دواء الطبيب ولا بكاء الحبيب ولا تهشة القريب اللهم ارحمنا يوم لا ينفع دواء الطبيب ولا بكاء الحبيب ولا تهشة القريب اللهم ارحمنا إذا غسلنا وارحمنا إذا كفلونا وعلى الأكتاف عملونا اللهم ارحمنا يوم لا ينفع دواء الطبيب ولا بكاء الحبيب ولا تهشة القريب اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلونا وارحمنا إذا كفلونا وعلى الأكتاف حملونا إلى المساجد يصلون علينا ثم إلى القبور فرادا ساروا بنا وفي باطلها أغلقوا علينا بابها إلى منكر ونكير يسألوننا لا منجي عندها سواك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا ارحمنا إذا غسلنا أهلونا وارحمنا إذا كفلونا وعلى الأكتاف حملونا إلى المساجد يصلون علينا ثم إلى القبور فرادا ساروا بنا وفي باطلها أغلقوا علينا بابها وفي باطلها أغلقوا بابها علينا إلى منكر ونكير إلى منكر ونكير إلى منكر ونكير يسألوننا يسألوننا لا منجي عندها سواك اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم يا أكرم الأكرمين اللهم عافنا واعف عنا وعلى غير باب جودك لا تكلنا ومن خيرك لا تحرمنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم رحمنا اذا درس قبرنا اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فقها في الدين وزيادة في العلم وكفاية في الرزق وصحة وعافية في البدن وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ولذة النظر إلى وجيك الكريم اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجيك الكريم يا أكرم الأكرمين اللهم عافنا وعفو عنا وعلى غير باب جودك لا تكلنا ومن خيرك لا تحرمنا ومن شر خلقك سلمنا بالتواجمن لذة النظر إلى جودكوه